أكد سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز أن الجميع يعمل على تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى أيده الله في قطاع النفط والغاز الذي يمتلك تاريخا عريقا في مملكة البحرين سموه أشار إلى أن كافة منتسبية الشركات التابعة للشركات الوطنية للشركة الوطنية للنفط والغاز ماضونة في تحقيق رؤى جلالته من أجل مواصلة الارتقاب بهذا القطاع الحيوي بشكل احترافي ومهني في المملكة والتي تعتبر نموذجا يحتذا به خارجيا جاء ذلك لدى لقاء سموه مع النقابات العمالية التابعة للشركة القابضة للنفط والغاز حيث أوضح أهمية دور النقابات في دعم حقوق العمال وحمايتهم ودفع تطورهم المهني فضلا عن نشر الوعي النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي وهو ما يوجه به دائما جلالة الملك المفدى وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد نحرص دائما على تعزيز أنظمة حوكمة الشركة القابضة والشركات التابعة لها وإعطائهم الحرية والاستقلالية في قراراتها وهو ما كان واضحا في الفترة الماضية من خلال إعادة هيكلة الشركة وفصلها عن هيئة النفط والغاز إلى جانب تبني استراتيجيات من شأنها تحسين سيابية السياسات والإجراءات التجارية والإدارية بين الشركات وتمكنها من التنافس على المستوى الدولي وأضاف سموه سنحرص على فتح قناة مباشرة ومستمرة للتواصل المفتوح والشفاف وهذا الأمر يؤكد سيرنا جميعا نحو مواصلة الإرتقاء وعدم مشاركة أي من إدارة الشركات في الاجتماع بهدف إنشاء مساحة آمنة ومريحة لحوار مفتوح ولمشاركة المخاوف والطموحات وأعلن سموه إنشاء سياسة متكاملة للإبلاغ عن المخالفات عبر مجموعة شركات الشركة القابضة للنفط والغاز بهدف التأكد من أن العمال يتم دعمهم وسماعهم دائما وأن مخاوفهم يتم معالجتها بشكل حقيقي وبطريقة مهنية وفي الوقت المناسب لضمان بأن الممارسات في جميع المجالات سليمة وأخلاقية إضافة إلى ضمان أن تكون آلية التبليغ واضحة وتتبع مباشرة مكتب رئيس مجلس الإدارة وتخضى لعلى معايير الشفافية والاستقلالية وأوصى سموه على إيجاد آلية وتقنين منظومة من التدابير والضمانات التي تحمل جميع لضمان حقوق وحماية العمال بالإضافة إلى تعزيز هذه الممارسة المهمة التي تصب في دعم جهود المملكة كما وجه سموه بتقديم الاقتراحات التطويرية التي تهدف إلى مواصلة تطوير القطاعين الحيويين وطرح الأفكار المختلفة على أن يتم تخصيص جوائز لأصحاب الأفكار المتميزة الحقيقة أنقلكم تحيات وسلام سيدي جاءة الملك الله طول عمره وهو الحقيقة سعيدة اليوم أن نلتقي سوى والناقش المواضيع المواضيع اللي إحنا ودنا الحقيقة نرتقي بها في هذا القطاع لأن اليوم إحنا مثل ما قتلكم في البداية إحنا سوى وإن شاء الله نحنا ننجح كلنا سوى اليوم إنتوا تعرفون أن نحنا نمر في نقلة نوعية إن شاء الله وكل ثقة أن هذه النقلة بتكون الأولى من نوعها إحنا أول دولة في المنطقة نستخرج النفط ومن أوائل الدول اللي تقدمنا وخضنا تجارب كثيرة والحمد لله مملكة البحرين دائما ما كانت سباقة واليوم بعد أن إحنا لازم نطور ولازم أن إحنا يعني نرتقي ونواكب العالم لأنه صارت متغيرات كثيرة والتطلب إلى أن إحنا أن تسارعوا إياها التغيرات أنتم تعرفون طبعاً أنا بعد توجيهات سيدي سموة للعهد رئيس الوزراء كرئيس اللجنة العليا للطاقة يعني شاركنا في الرؤية المستقبلية لهذا القطاع أتذكر أول ما استلمت هذه المسؤولية أول سؤال سألته لي عن النقابات وسألت عن العمال وسألت عن موظفين الشركة وعن أحوالهم وعن كيف نحن نبني هذه الجسور فأنتوا كغابة عمال توصون اللي عندكم أن جميع الأفكار جميع الأمور جميع التبليغات توصل مكتبي مباشرة وهذا اللينك المباشر اللي بيني وبينكم راح يكون لأن هذا فيه الصالح وإحنا اليوم ما نتردد من أي شيء إحنا اليوم نبينبرز نبينكتشف أولاً وين المشكلة نبينبرزها ونبينحلها فنهجنا اليوم مختلف وروحنا اليوم فيها اندفاع أتطلب أنتوا روحكم واندفاعكم تصير معنا يكفي ثقة سيد حضرة صاحب الجلالة رطول عمرا في اختيارك مسؤول لهذا القطاع لكن أنا اليوم أحس المسؤولية أحس بالمسؤولية فأبي أشرك قد ما أقدر من المسؤولين معاي أن نحن نتشارك هذه الأفكار ونحن نحقق إن شاء الله الحلم بإذن الله لازم يعرفون الموظفين أن صوتهم مسموع وأن نحن نشوفهم وأن نحن نثق فيهم وأن نحن نبيهم أصلاً لأنهم خامة نادرة يعني مريت أنا وخط بما فيه الكفاية من الإيجاز عن أعمالهم ومن إنجازاتهم اكتشفت إن الخامة اللي عندنا الحقيقة احنا محظوظين بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر